أعلنت إدارة اتحاد العاصمة في بيان لها عن تعيين الفرنسي فرانسوا سيكوليني مدربان جديداً للفريق للموسم الجديد سيكوليني القادم من غازيلاكا شاكسيو سيأخذ ثاني تجربة له في الجزائر بعد أن سبق له تدريب شبيبة القبال سنة 2014 وسيكون في طاقمه الفني بن عربية بوزيان مساعداً والحارس الدولية السابق محمد بن حمو مدربة للحراس ونيكولاس محذراً بدنياً